هذه البركات أولا أحبائي الله هو مصدرها مكتوب ولدنا ثانية لعائلة الله يعني بكلمات أخرى الله ولدنا حتى نكون أغنياء في هذه الرسالة بيتكلم عن غنى نعمته بيتكلم عن غنى مجده بيتكلم أيضا عن غنى رحمته بيتكلم عن غنى المسيح الذي لا يستقصى فنحن أغنياء في المسيح فالله هو المصدر هو الذي أنعم علينا بواسطة المسيح يسوع وهذا كله بالنعمة والروح القدس هو القناة لنقل كل هذه البركات الروحية فأنت وأنا أغنياء بالمسيح فالرب بركنا بكل بركة روحية في السمويات ثانيا يتكلم عن المساحة لهذه البركات هذه البركات غير محدودة في وقت أو في زمن لكنها بكل بركة روحية كما يقول كتاب ويملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غنى في المجد في المسيح يسوع ربنا الله هو الذي يملأ كل احتياج غنى المسيح بركة المسيح نعمة المسيح فمساحة هذه البركات ودائرتها واسعة جدا تشمل كل الناس كل الشعوب على مر الأزمان فبنك الله لا ينتهي ونعمة ونهر الله الذي يتدفق لا يضمحل لربما هذه البلد اليوم احنا منتطلع على أثرات من الحجارة لكن في القديم كانت تعدادها أكثر من 300 ألف نسمة وكانت بلد غنية جدا لكن اندثرت وانتهت كل بنوكها وخزائنها أيضا لكن بنك الله هو ما زال حتى يومنا هذا لأنه هو المصدر ولأن هذه المساحة بتشملك وبتشملني أيضا لأن الروح القدس هو القناة لتوصيل هذه البركات البركات